اشتركوا في القناة وفقاً لدراسة يحدث الصداع بشكل عام بعد 18 ساعة من تناول آخر كوب من الكافيين سواء الشاي أو القهوة وبيعتبر الخبراء من الأسباب الرئيسية لآلام الرأس بالأيام الأولى من رمضان الجفاف عدم الحصول على ما يكفي من السوائل لترتيب الجسم خلال فترة الصيام بيؤدي لأجهاد وآلام بالرأس تغير مواعيد الوجبات يؤدي تجاوز مواعيد الوجبات للإحساس بالصداع بسبب انخفاض مستويات السكر بالدم التوقف عن التدخين يسبب النقص بنسبة النيكوتين بالدم صداع لدى المدخنين للوقاية من صداع الصيام ينصح بيه تناول وجبة السحور مع ضرورة خلوة من الأطعمة والمشروبات السكرية عدم الإفراط بالطعام على وجبة الإفطار تجنب الأكثار من المشروبات المنبهة تخصيص وقت لتناول الوجبات وعدم ترك وجبة السحور خلال شهر رمضان المبارك